ما هو أكبر ذنب يقترفه العبد؟ أكبر ذنب يقترفه العبد هو الكفر ويدل على ذلك ما رواه البخاري أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أشد؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك أي أن تشرك بالله قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة الفقر قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليل تجارك فالكفر هو أشد الذنوب على الإطلاق وهو الذنب الذي لا يغفره الله أي لمن استمر عليه إلى الموت أو وصل إلى حالة اليأس من الحياة برؤية ملك الموت وملائكة العذاب أو إدراك الغرق بحيث أيقن بالهلاك كفرعون الذي لم يقبل الله توبته حين أدركه الغرق وعلم أنه هالك لا محالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر